شووش كبرة جماعة الاماراتين يقولوا هذا بحر مو بحيرة هذه هذه بحيرة هذه أكبر بحيرات ارمينيا عمقها 85 متر لايب على الفيسبوك عندنا أصدقائي تابعونا نحن الآن متوجهين الى بحيرة سيبان قبل قليل كنا على الهواء مباشرة من صاخ قاتور ونقلنا لكم جوانب من التزلج على الثلوج بس ردنا نذكر الأصدقائنا الكثير يسألون عن موسم تساقط الثلوج ارمينيا منذ عشرات السنين هذه أول مرة بشهر ديسمبر ويوم كريسمس والثلوج ما متساقطة في ارمينيا او متساقطة بشكل قليل جدا يعني مرة واحدة تساقطت في يارمان العام مرة واحدة نحن غرقانين كنا بالثلوج من شهر الى داعش نزل الثلوج لكن هذه السنة ترى الجو شمس وجو بديع الثلوج متساقطة على الجبال وبعض الأماكن المرتقب المرتقب خلال أيام ان شاء الله حسب ما أعلنه يبدأ تساقط الثلوج على اليوتيوب فقط اكتب قرارات للسياحة تظهر لك كل التقارير التي تم اعدادها من قبلنا ويوجد رقمنا الوحيد رقم واحد فقط هو منشور على التقارير يعني اللي يريد يقدر يتصل بنا عنده بجال شهر الواحد شهر الثاني كله بيها ثلوج اتصلوا بنا مسبقا نأمن لكم السكن إن شاء الله ونأمن لكم سيارة مريحة ومرشد سياحي يطلعوا إياكم عربي ونسوي لكم برنامج سياحي متكامل فقط المطلوب منكم أن تصلوا بنا مسبقا ويتم الاتفاق هذه البحيرة وهذه الجبال سلسلة الجبال كيغام المحيطة بالبحيرة عليها الثلوج يا الله وصلنا الحمد للعشر هذا الشارع اللي دنمشي به لحد الخمسينات هذه المنطقة كانت كلها مغطة بالمياه كانت بحيرة بالخمسينات مستوى البحيرة نزل نشفوها أحولوه إلى بلاجات بالصيفة هنا تحت هذه الأشجار موجودة مقاعد و كل عائلة يقدرون نعجرون في الموقع ويقضون يومهم يشون ويأكلون ويشربون يتونسون وحل بلاجة اللي يريد يسبح يسبح اللي يريد يأجر له سكوتر اللي يريد يأجر له زورق ويفتر بالبحيرة يقضي إلى يوم جميل جدا طرعا هذا الديار اللي تشوفه فوق التل تشوف الديار أبو يوسف شوفه أخ فهد أبو عدي هذا الديار الفوق التل هزة تقدرون تصعدون من فوق التراقبون المنطقة خلها عمرها 1200 سنة تقريبا هذا الديار اقتربنا من البحيرة هزة رح نتوقف وننزل إن شاء الله عدنا تقارير عن بحيرة سيفان عدنا تقارير عن كل الأماكن السياحية فيها يخوتها نعم اليخوت هزة شايدة هلنجو بارد يعني ما تصور واحد يتحمل هذا البرد اللي ثلاثة أربعة تحت الصفر تطلع باليخت ممكن هزة الخابر يجيبون لنا يخت نعم 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 لدينا هنا معارك سنقابرهم يجيب لنا يخت ها شوف هاي شلو متلفلفة الحجية حافية نستيقع هنا نتقدر نترجل هنا هذه البحيرة وصلنا لها إن شاء الله نحن كفر سخرين نعم ماتاك نعم 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 ترجمة نانسي قنقر